قبل ما أبدأ الحوار معاكي عايزة بس أوري مشاهديني دلوقتي شكل الكتاب لأنه ده مشارك في معرض الكتاب كمان وده الجزء الثاني من النجوم ما سبيرو يتحدثون طبعا عايزة أحيكي على الفكرة لأنها فعلا مختلفة وما جاتش على بال حد يمكن كانت بتتعمل في حوارات تلفزيونية كده خفيفة أحيانا ولكن أنه يتم توصقها بهذا الشكل هو ده الاختلاف إيه اللي خلاكي تفكري في حاجة زي كده؟ موسيقى طبعا صباح الوردة مبسوطة أول لأنا معيك النهاردة أنت من قرب الناس لقلبي يعني حقيقي الحمد لله يعني الفكرة يعتبر جات لي من أربع سنين تحديدا يعني حسيت اللي احنا كلنا عارف يا مهة كلنا عندنا حنين للماضي يعني كل الناس دلوقتي أي الناس بمسكة موبايل آيباد مش عارف ايه تلاقيه كل الناس بتدور على البرامج القديمة تتراتي القديمة فعندهم فكرة البحث دايما للناس اللي شكلت وجدانا طبعا تفزيون المصري هو الشكل اللي يعتبر أجيال كتير جدا صحيح فجات لي الفكرة بقى من كده اللي احنا عاوزين نعرف كواليس الناس دي اللي هي شكلت وجدانا ويمكن يعني ساهمت أكتر في تربيتنا فعلا ونتشكيل وجدانا وفكرنا وعقلنا مع الأسرة بتاعتنا في البيت فجات لي الفكرة بقى فعلا من أربع سنين وبدأت عملت سلسلة الحوارات دي على صفحات مجالة الإزاعة والتلفزيون وخدت 32 شخصية في السلسلة الأولى وسقتها طبعا في الجزء الأولاني كان معظمه التلفزيون بقى الناس قالوا لي ليه بدأت التلفزيون رغم الإزاعة أقدم بس طبعا أنا عشان أنت عارفة أنا جيل يعني منتصف التمنينات فيمكن يعني ارتبطت أكتر بالتلفزيون طبعا عن الإزاعة فبدأت بقى جيلة التلفزيون بس الحمد لله ساعتها ربنا قرمني فكرة الجيلة الأول يا مها يعني دايما إحنا كنا نسمع مثلا المخرجة أو المخرجة في تلفزيون لأستاذ علوية زاكي مش عارفة نسمع أسماء كده بس مش عارفين تاريخها أو دورها الحقيقي يعني في بونا ما سبيرو أو أعمال متميزة فبدأت أبحث بقى عن الأسماء دي ومعايا يعني أعتبر الجزء الأولاني برضو هو برضو موجود في معرض الكتاب طبعا شاركت بيه في الدورة اللي فاتت دورة يبيل الزهبي هم 32 شخصية معاي بقى أستاذ علوية زاكي أستاذ عفاف عبد الرازق أستاذ عفاف الهلاوي طبعا أستاذ شويكار خليفة أستاذ فايزة واصف أستاذ سهر شالبي أستاذ فريد الزمر يعني مجموعة كبيرة جدا طبعا مش عارف أذكرهم بس طبعا كان لها الحظ حقيقي اللي أنا قابلت أستاذ محمد رجاي طبعا رحمة الله عليها بما توفى الأستاذ علوية زاكي برضو فيعتبر الكتاب نجوم ما سبيرو يتحدثون يعني دي بشهادة كبار الإعلامين والصحفين اللي هو يعتبر أول كتاب يوسق مشوار رواد لزعو تلفزيون فدي كانت شهادة زي ما تقولي يعني النجاح اللي حصل في الجزء الأولاني هو حمل علي مسؤولية رهيبة يعني عارفة ازاي قدقيت دقيقة جدا قدقيت الحمد لله رب العالمين تحملت المسؤولية يعني حتى كل الناس أطلقوا علي اللحوحة دقوبة يعني من قطر الدقتي في جمع المعلومات بشكل قوي السورة القدامنا دي تقولي عنها ايه؟ طبعا أستاذ عمر بطيشة ده طبعا من الناس اللي معايا الجزء التاني بقى هو الجزء التاني طبعا 15 شخصية الناس قالوا لي ليه 15 15 عشان محظمهم رواد الإزاع انت عارفة تاريخي الإزاع مها يعني رواد الإزاع دول مشوارهم كبير قوي يعني هما دول اللي بنوا الإزاع المصرية ما يكون معايا واحد زي الأستاذ فاهمي عمر أستاذ عمر بطيشة يا أستاذ ناس جوهر وأستاذ أمينة صبري فمعايا رواد الإزاع يعني بشكل كبير جدا فكت زي ما تقولي ما قدرتش اختصر حاجة من الحوارات يعني حرام اللي أنا أحزف حاجة مهمة جدا في مشوارهم طبعا معايا الأستاذ محمد مريح طبعا الأستاذ فاهمي عمر وأستاذ نوها العالمي طبعا من صوت العرب معايا مجموعة كبيرة قوي يعني مهم جدا أنت علاقي على الصور لأنه الجيل الجديد يمكن يكون مش مدرك أستاذ نوها العالمي طبعا من أهم مزعين صوت العرب طبعا ومعاهم صوت العرب مجموعة كبيرة يعني أستاذ كامل بطار طبعا يمكن واحد يقدر انساه أستاذ أمينة صبري أول سيدة تترقص رئاسة زهد صوت العرب بس فأهم حاجة عارفة يا مهل اللي بيميز الحوارات دي فكرة اللي أنا كنت راحة يعني مذاكرة كويس جدا يعني أنا بازلت مجهود أكتر طبعا دي معي الأستاذ أمال علاني طبعا رئيضة الإعلام المحلي وكان لها دور كبير جدا طبعا زعت الشعب وزعت الكاهرة الكبرى طبعا اختيارها طبعا شيخ الإزعيين وأستاذ فهمي عمر لرئاسة الكاهرة الكبرى وهي اللي سمتها الكاهرة الكبرى يعني كان لها دور كبير قوي بس معاي بقى مجموعة يعني خمستاشر شخصية بس أنا عايزة أقول أي يعني حاجة مهمة قوي مها طبعا فكرة يعني اللي بيميز الحوارات فكرة اللي هو أنا مش بكلم يعني منجرة حوار صحفي عادي لا أنا بكلم عن نشأتهم كتعاملة ازاي ازاي لتحكم بالعمل في الإزاعة وفي التلفزيون كواليس الاختبارات كتعاملة ازاي انت مش عافة كان بيسعدوا بالسؤال ده يعني فكرة الاختبارات وفكرة طب لا ده احنا عايزين بقى يعني نمتع المشاهدين بكواليس الاختبارات لا يعني الاختبارات زمان كانت صعبة قوي يعني مثلا اختبارات ثقافية معلومات ثقافة عامة طبعا الإلقاء اللغة العربية طبعا كان فيه لغة فرنسية ولغة انجليزية يعني كان فيه أربع اختبارات مثلا على مراحل ويعودوا سنة مثلا عادي مثلا حد يعني من الزعين الكبار يقول مثلا هنا القاهرة أو يطلع على شاشة التلفزيون يعني الموضوع مش بالساهل يعني بيعلموهم مش بالساهل ده احنا في زمن دلوقتي اللي عنده لسان بقى مزيعة والله العظيم حاجة صعبة يعني عازي اقولك على حاجة برضو دكتور جيلان حمز عملا لي مقدمة في الكتاب طبعا هي رفيقة المشوار يعني دائما معايا طبعا من أهم الناس اللي كانت معايا في الجزء الأول بس دائما كانت مشجعاني والله يعني الحمد لله أنا عازي اقولك برضو خبر سعيد أسعدني وحسيت اللي ربنا فعلا يعني اللي بيجتهد فعلا ربنا بيكرمه اللي تم الاستعانة بالجزء الأولاني الحمد لله طالبة في كلية الأعلام جمع التقاهرة بيعملوا الدكتوراه استعانوا بيو برضو في أداب أعلام عن شمس فدي كان يعني خبر سعيد جدا بالنسبالي وان شاء الله يستعانوا بالجزء الثاني